في ذات السياق قال الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم خلال استضافة في استوديو مركز الأخبار قال إن وزارة التربية والتعليم ستستمر في تطوير المناهج الدراسية لتعكس هذا الحدث التاريخي الذي احتضنته مملكة المحرين ففي الواقع وزارة التربية والتعليم تعمل وفق توجهات واضحة بتطوير المناهج الدراسية وهذه عملية مستمرة بشكل سنوي تتم مراجعة جميع المقرارات والمناهج المقرر للطلبة في جميع المراحل الدراسية سواء في الحلقتين الأولى والثانية أو الثالثة والرابعة نتحدث عن المرحلة الاجتماعية والعدادية والثانوية طبعا في مناهج متعلقة بالمواطنة في حقوق الإنسان في الشراكة المجتمعية وغير ذلك من المناهج ويضاف إليها الأنشطة التي يمارسها الطلبة سواء في الفصل الدراسي أو خارج الفصل الدراسي لا بد أن تعكس ما تتمتع به مملكة البحرين من تسامع لا ننسى في نفس الوقت لدينا الشراكة عميقة جدا مع وزارة الداخلية من خلال مشروع بحريننا وهذا مشروع في الواقع رائد تضمن على الكبير جدا من المبادرات التي تزرع في الطلبة حب الآخرين وقبولهم وقبول التنوع وحب النقاش أيضا معهم وقبولهم على طبيعتهم فأنا أعتقد أن إن شاء الله خلال السنوات القادمة عملية التطوير في المناهج الدراسي في مملكة البحرين سوف أيضا تصل إلى مراحل متقدمة جدا تعكس في الواقع هذا الحدث التاريخي الكبير جدا الذي احتضنته مملكة البحرين وسوف يكون أنموذجا يحتذى لبقية دول المنطقة في هذا الجانب